إعادة تأهيل مسار القلع المسرح الروماني هي مبادرة أطلقتها مجموعة من الخبراء من الجامعات الأردنية والمهندسين المعماريين المحليين وعلماء الأثار ورجال الأعمال بدعم من السفارة الإيطالية في الأردن تمثل هذه المبادرة محاولة للمشاركة في إعادة تأهيل المناطق التاريخية الحضرية في عمان تماشياً مع الدور التاريخ الهام الذي تلعبه إيطاليا في حماية المواقع التراثية في المملكة الأردنية الهاشمية ويكمن الهدف الرئيسي للمبادرة في تحقيق مقترح شامل لإعادة تأهيل مسار المشاة من القلعة إلى المسرح الروماني وجعله أكثر جذباً للسياح والمقيمين عن طريق ربط هذين الموقعين المميزين مع وسط البلد في العاصمة عمان أهمية ربط القلعة بالمدرج وإحياء منطقة وسط البلد كما هو الحال في كافة العواصم العالمية وبالذات عندما تكون العاصمة لها أصول رومانية وأصول تاريخية بأشكال مختلفة وبحضارات مختلفة يأتي السائح اليوم إلى الأردن أو الزائر أو رجل الأعمال ولا يعلم أن هناك قلعة ومدرج روماني وآثار رومانية في عمان موقع القلعة وموقع المدرج مميزين حيث أن ما بين القلعة والمدرج هناك الأدراج القديمة والمنازل القديمة ويمكن ربط القلعة بالمدرج من خلال نزول السائح صباحاً في القلعة وزيارتها وتصوير المدرج ومن ثم ينزل مشياً على الأقدام ما بين البيوت القديمة لا أدري لماذا لا يوجد بدينا يافطة تقول أن هناك مدرج روماني حول فنادق في عمان العديد من رجال الأعمال يأتون إلى عمان ولا يعلمون أن عمان مدينة رومانية أصلاً يعني في لدلفيا القديمة أزلناها من خارطة السياحة الأردنية طبعاً مطلوب من جهات داعمة مثل الحكومة الإيطالية والتي أبدت استعداد أن تستمر في العملية تأهيل كافة المسار والعمل المطلوب على المسار والصرف على المهندسين للقيام بذلك ترجمة نانسي قنقر